منذ سنوات تحمل رانيا قطف كاميرتها وتجول في أزق الدمشق القديمة ملتقطة صوراً لمنازل دمشقية تقليدية رغبة منها بتوثيق هندستها وهويتها بعدما طال الإهمال والاستثمار عدداً منها ولحقت أضرار جاسيمة بعدد آخر خلال سنوات الحرب واستناداً إلى عوامل عدة بينها صور التقطتها رانيا بين العامين 2016 و2017 تتعاون جهات رسمية وخاصة حالياً على ترميم بيت القواتلي الأثري الذي سكنته عائلة القواتلي الدمشقية العريقة ويتحضر منها الرئيس السوري السابق شكري القواتلي وقت شفت حلب عم تتدمر حسيت أنه هذا الشيء ممكن كمان يسيب دمشق وحسيت فيه تهديد على هوية دمشق في 2015-2016 كانت الحرب هي التهديد الحقيقي هلأ بعد ما خلصت الحرب دمشق القديم مهدد أنه تخسر طابع الحقيقي يلي هو البيوت العربي، الناس، العوائل قبل حوال عقدين من اندلاع الحرب حوال رأي جبري منزل العائلة المتوارث إلى مطعم شعبي محاولاً قدر الإمكان الحفاظ على هويته عماتي وعمومي لو أتركوا لها ما قدروا يتمكنوا أو ما كانوا يتمكنوا من خدمته وصيانته أو تنظيفه فانهجر البيت وبهالتالي أقصام كبيرة منه تعرضت للإنهيار وكان في عبء كبير سوا عبء كبير على العائلة لأنه ما حدا قدران يرمهمه فروادتني فكرة أنه أنا حوله لمطعم لأجيب المورد وكمل ترميمه على عكس أولئك الذين استثمروا منازلهم في مشاريع ربحية أو أهملوها يتمسك سمير غطبان ببيته الدمشقي ويولي اهتماماً كبيراً للحفاظ عليه والاعتناء بأدق تفاصيله رغم أن الأمر مكلف مادياً أنا صغلي تقريباً ساكن هون شي 12 سنة بهذا البيت يعني أنا ومرتين وكل يوم على يوم عم شوف قديش الفن السوري الهندس السوري قديش عظيم لأنه اليوم بكل التقنيات الموجودة ما بيعفوا يعمروا للإنسان بيوت يكون فيها مرتاح أدما مرتاح الإنسان بهذا البيت وتعرضت المدينة القديمة في دمشق لسقوط قذائف منذ اندلاع النزاع خلال معارك عنيفة دارت على أطراف العاصمة وفي محيطها بين الفصائل المعارضة والقوات الحكومية قبل أن تتمكن الأخيرة من طردها بعد هجوم واسع وحصار محكم في العام 2018 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر